قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونكيم أن خطوات خفض الدعم التي اتخذتها الحكومة المصرية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي وفرت نحو 13 مليار دولار وضاف يونكيم خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر يسير في الاتجاه الصحيح يؤشار رئيس مجموعة البنك لأن تلك الإصلاحات منحت المستثمرين المزيد من الثقة بالاقتصاد المصري